كيف تتغلب على الكراهية؟ يظل فيه جرح عميق والجرح مش غلط الجرح بذكرنا معاملات الله ونعمة الله بس أول شيء للعلاج للكراهية لازم القلب من جوه يتغير داخلياً ينبغي أن تولد ثانية كما يعلم الكتاب المقدس من فوق ولادة روحية ينبغي أن تختبر التجديد الروحي وتكون خليقة جديدة إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً شيء ثاني افعل الخير في رسالة روميا إصحاح 12 من آية 17 مكتوب لا تجازوا أحداً عن شر بشر معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالم جميع الناس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكاناً للغضب لأنه مكتوب لنقمة أنا أجازي يقول الرب فإن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فسقه لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فإذا كل ما بتعمل الخير أنت عم بتغلب الشر قابل الشر بالخير وقابل طبعاً الكراهية بالمحبة نتغلب على الكراهية من خلال المحبة وعندما أقول المحبة أقول عن المحبة الكاملة المحبة الكاملة التي تطرح الخوف في رسالة يحنى الأولى الإصحاح الرابع من آية 18 مكتوب لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً إن قال أحد في آية 20 اسمعها واضح إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولن هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضاً في صحاح 3 والآية 15 كل من يبغد أخاه فهو قاتل نفس وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه فإذن المحبة أحبائي هي العلاج لكل أمراض التعصب هي الدواء وهي الشفاء فمثل ما لازم تزرع خير ازرع كمان محبة لأن علاج الكراهية هو المحبة المحبة تستر كثرة من العيوب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا شيء آخر بدك تتغلب على الكراهية مارس الغفران فالغفران هو العلاج لأن الذي لا يغفر يدفع ثمناً ضاهضاً ويخسر كل شيء لأن الكراهية تعمل أبصار وتظلم القلوب وتنجس الإنسان الغفران مش شيء سهل من السهل أنك تنتقم هذا الإنسان المتساعد ويقرع المتهور أما الإنسان المتزن والمتعقل والمحب هو الذي يغفر وعندما تغفر أنت بتمنع خطايا وانتقام وشلال دم إلى سنين عديدة ثم عشان تتغلب على الكراهية امتلئ من كلمة الله كلمة الله مكتوب خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى امتلئ من كلمة الله امتلئ من الروح القدس لما بتمتلئ من الروح القدس هو مفتاح لحياتك مثل ما المحبة هي المفتاح كمان المحبة والروح القدس هي علامة التلمزة بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي كيف بدك تعرف أنه شخص تابع للمسيح بشوفوكم من المحبة اللي بتمارسوها مع الآخرين ومع حتى الأعداء بقول اوه هدول جماعة مش منا هدولا جماعة المسيح هدول جماعة اللي اللي بحبه فش إش بيش في الحقد أو المرارة أو الكراهية سوى دم المسيح يسوع لما أنت بتطلب الغفران من الخطيئة الله بيغفر كل الخطايا كل شيء في داخلك وبيعطيك بره وكلما اقتربنا من الرب وكلما تشبهنا بالرب يسوع منصير مثل الرب يسوع مارس القانون الدهبة يعني مثل ما أنت ما بدك الناس تعمل معاك هيك ما تعملش هيك فيهم بكل بساطة بدون ما نعقد القوانين كده إذا أنت بتحبش حدا يعمل معاك أنت اعمل اعمل خير اعمل محبة حتى بدون مقابل وهذا هو قانون ذهبي مش مش فده ما تتوقعش انت خد الزمام المبادرة مكتوب لا تبغد أخاك يعني بل تحب قريبك كنفسك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة